ثانية سلاح اليوم سلاح اليوم ونحن نتحدث عن صناعة تيار فكري مجتمعي سلاح اليوم في مثل هذا الواقع لصناعة تيار بهذه المواصفات السلاح يتألف من عنوانين الإعلام التبليغ أما الإعلام فذلك عبر وسائل الإعلام وأعتقد أن الإنترنت صار وسيلة إعلامية متاحة للجميع أما إذا توفرت وسائل أخرى فذلك أمر حسن وجيد ونافع ومفيد لكن بحسب المرء فإن الوسيلة الإعلامية المتاحة حاليا الإنترنت أما التبليغ فالمراد من التبليغ هو الكلام المباشر وقطعا الكلام المباشر أقوى من العمل في أجواء الشبكة العنكبوتية الإعلام أمر مهم والتبليغ أمر مهم لكن في أحيان كثيرة يكون التبليغ أقوى قد تكون مساحة التبليغ ضيقة قد يكون الحديث مع شخص واحد بينما في جو الإعلام قد يكتب كاتب مقالة وهذه المقالة تقرأ من كثيرين وقد ينتج فيديو يتحدث فيه وهذا الفيديو يكون مشاهدا من عدد كثير من الذين يتواصلون مع الإنترنت وهكذا بالنتيجة بالإضافة إلى إيجاد مراكز للعمل لا بد من تهيئة السلاح العصر أيضا بحسب الممكن الإعلام التبليغ هذان العنوانان يمثلان أهم سلاح في صناعة تيار فكري مجتمعي إذن نحن بحاجة إلى هذين الأمرين الأمر الأول إيجاد مراكز للعمل بحسب الإمكان أكانت ثابتة أكانت متحركة أكانت مؤقتة لمقطع زماني معين ولو لعدة شهور على سبيل المثال أن يتهيئ مكان ولو لمدة شهرين ولكن خلال الشهرين إما يوميا أو أسبوعيا يلتق الذين يريدون أن يطلعوا على ما يجري في واقعنا الشيعي يتابعون برامج قناة القمر إما عبر التلفزيون وإما عبر الإنترنت حتى لو كان هذا يحدث بين مدة وآخر على أي حال نحن بحاجة إلى مراكز للعمل أكانت ثابتة متحركة مؤقتة دائمة وبحاجة لاستعمال أهم سلاح في عملنا الإعلام التبليغ يمكنكم أن تنتفعوا من قناة القمر فهي وسيلة إعلامية بأيديكم فلا تحتاجون إلى البحث عن وسائل الإعلام التي تعملون من خلالها يمكنكم أن توجهوا الناس إما أن تجمعوهم في مكان وإما أن ترشدوهم بالحديث وبالتوجيه وبالتوجيه كي يتابعوا برامج قناة القمر هذا أمر راجع إليكم بحسب ظروفكم بحسب أوضاعكم بحسب ما أنتم عليه عنواننا في النقطة السادسة العمل الاجتماعي مقدمة مهمة للعمل العقائدي وبهذا الخصوص نحن بحاجة إلى إيجاد أو تأسيس مراكز للعمل وكذلك نحن بحاجة إلى استخدام أهم سلاح في هذه الأجواء الإعلام والتبليغ إلى أقصى حد ممكن قطعا كل ذلك محكوم من أن يكون العمل بعيدا عن المشاكل لأن العمل الذي يثير المشاكل فيما بين الشخص وأسرته فيما بين الشخص وأناس آخرين لا فائدة فيه العمل الذي يثير المشاكل لا نفع فيه فلابد أن يكون العمل بحدود الممكن من الإمكانات الشخصية المتوفرة وبحدود الممكن من الظروف الموضوعية المحيطة بكل شخص وأن يكون العمل بعيدا عن المشاكل التي ستفسد العمل ولن نصل إلى نتيجة محمودة حسنة نذهب إلى فاصل عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادقة صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين قلت وما هي جعلني الله في داك قال قول الله عز وجل ولنبلو ونكم يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمراء وبشر الصابرين قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانه والجوع بغلى أسعارهم ونقص من الأموال قال كساد التجارات وقلة الفضل ونقص من الأنفس قال موت ذريع ونقص من الثمرات قلة ريع ما يزرع وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج ثم قال يا محمد هذا تأويله إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هناك أمور أجدها مفيدة وضرورية في بعض الأحيان ألفتوا أنظاركم إليها ألفتوا أولا ضروري أن تكون الوثائق والأدلة التي تثبت أمورا إيجابية أو تثبت أمورا سلبية والتي تعرض على شاشة قناة القمر أن تكون هذه الوثائق تحت أيديكم بحسب الذي تتمكنون من إما أن تجمع في مكان واحد في صفحة واحدة أتحدث عن الإنترنت إما أن تكون على أجهزة الموبايل التي تحملونها في جيوبكم أو ربما تتوفر عندكم الكتب والمطبوعات كل بحسبه لا أستطيع أن أرسم في هذا الموضوع رسما معينا لا أستطيع أن أحدد تحديدا تحديدا لاختلاف ظروف الأشخاص لكن هذه القضية لا بد من الاهتمام بها فهي وسيلة مهمة في إثبات ما تريدون إثباته ووسيلة مهمة في نشر الحقائق حينما يكون حديثكم مؤيدا بالأدلة والوثائق فإنه سيعطي ثماره أكان ذلك في وقت قريب أم كان ذلك في وقت بعيد الوثائق والأدلة والشواهد تعطي ثمارها إن كان ذلك في وقت قريب أو كان ذلك في وقت بعيد والذي يحدثكم يحدثكم عن تجربة طويلة وطويلة وطويلة فهذه النقطة مهمة جدا ضروري أن تكون الوثائق تحت أيديكم أن تكون قريبة منكم خصوصاً إذا كنتم في مكان هيئتموه أن يكون مركزاً من مراكز العمل أو كنتم في حال عمل إعلامي أو تبلغي فأنتم بحاجة إلى الوثائق وإلى الأدلة والشواهد أنتم تحتاجون هذا الأمر على طول الخط ما دمتم بصدد هذا العمل النقطة الثانية مقاطع الفيديو التي تقطع من برامج أفضل المقاطع هي المقاطع التي تتناول الموضوعات العقائدية والمعرفية تقطيع المقاطع التي أنتقد فيها المراجع والعلماء والخطباء ليس نافعاً كثيراً لأن أتباعهم خصوصاً إذا قرأوا عنوين تلك المقاطع وقد كتبت بطريقة منفرة فإنهم لن يشاهدوا هذه المقاطع بينما بينما إذا ما عرضتم المقاطع العقائدية المهمة التي تعرف الشيعة بإمام زمانها وكتبت لها العناوين بشكل مناسب لا يكون منفراً أو مثيراً للطرف الذي تريدون التأثير فيه فإنه حينما سيعود إلى البرامج ويطلع على الانتقادات الطويلة للمراجع وللعلماء وللحوزة النجفية بالأدلة والوثائق الكثيرة والكثيرة جداً هو إما أن يغتنع وإما أن ينسحب ساكتاً لكن الحجة قد قامت عليه وصار الأمر واضحاً لديه أما أن تقتطع بعض المقاطع وتكتب لها عنوين مستفز ومثيرة فإنني لا أجد ذلك نافعاً إنني أجد ذلك ضاراً لا فائدة فيه لأن هذه المقاطع ستكون قصيرة فضلاً عن العناوين المستفزة والمثيرة التي لا فائدة فيها بينما لو قطعت المقاطع التي تجيب على الأسئلة الشيعية المنتشرة والتي لا يوجد لها جواب شاف إلا عبر هذه القناة الأجوبة الأخرى ركيكة هزيلة جداً وهناك الكثير من الأسئلة لا يوجد لها جواب إلا عبر برامج هذه القناة لو عرضت هذه الأسئلة لا تحدث عن الأسئلة الفقهية هذا أمر ليس مهم إنني أتحدث عن الأسئلة العقائدية العميقة عن الأسئلة الفكرية المهمة عن الثقافة القرآنية التي تستمد حقائقها من علي وآل علي صلوات الله عليهم أتحدث عن كل هذا فالمقاطع العقائدية والفكرية والمقاطع التي تجيب على الإشكالات والأسئلة التي تثار في الواقع الشيعي إما اللا جواب عليها أو أن الأجوبة التي تطرح ركيكة وركيكة جدا لأنها بعيدة عن عميق ثقافة الكتاب والعطرة وعبر هذه الشاشة تطرح الإجابات على هذه الأسئلة ستجذب هذه الفيديوات المتابعين والداخلين إلى الشبكة العنكبوتية ستقودهم إلى البرامج الطويلة وحينئذ سيطلعون على الوثائق والحقائق لقبائح مراجع الشيعة بشكل مفصل ومثل ما قلت لكم إما أن يسلموا بتلك الحقائق ويغير قناعاتهم وإما أن يصدقوا بها لكنهم يخافون منها فينسحبون شيئا فشيئا وإن حين أتحدث لا أتحدث هنا من خيال إنني أحدثكم من واقع أتابعه بدقة وبدقة متناهية نعم هناك بعض المقاطع التي تنتقد المراجع قد يكون من الضروري أن تقطع وأن تعرض لكنها من وجهة نظري قليلة جدا ولذا فإن الأفضل أن يتم التركيز على المقاطع العقائدية والفكرية وعلى المقاطع التي تجيب على الأسئلة الشيعية المنتشرة في الواقع الشيعي النقطة الثالثة النقطة الثالثة كررتها كثيرا لا تنشغل بالدفاع عني وهذا الكلام قلته لكم مرارا وأقوله الآن وحينما أقول هذا الكلام إنني لا أقول هذا الكلام إظهارا لتواضع مثلا أبدا أو لتسويق إعلامي لشخصي وحق الحسين ليس كذلك لأن دفاعكم عني لن ينفعني ولن ينفعكم ولن ينفع برنامج التمهيد لإمام زماننا أنا لا أريد الترشح لمسؤولية من المسؤوليات أو لمنزلة من المنازل أنا لا أريد أن أقوم بمشروع يقودني إلى زعامة دينية أو سياسية لا علاقة لي بكل ذلك أنا واسطة في نقل المعلومات إليكم ليس إلا ومرارا أقول وأنتم قوموا أيضا بالتأكد من صحة هذه المعلومات هم يحاولون إشغالكم يثيرون الإشكالات حولي فليقولوا ما يريدون أن يقولوا لا شأن لكم به أنا حينما وضعت رجلي في هذا الطريق حينما وضعت قدمي وخطوت الخطوة الأولى لم أكن مخدوعا حينما سرت في هذا الطريق ولم يتدخل أحد في توجيه إلى هذا الطريق هذا اختيار مستقل حر وبتمام قدرة العقلية والذهنية والقلبية هذا طريق أنا اخترته ومن البداية لم أعبأ بما يقولون عني فلا تنشغلوا بالدفاع عني انشغلوا بالدفاع عن فكر محمد وآل محمد ولا أريدكم أن تمدحوني لأنني قلت لكم لا تنشغلوا بالدفاع عني أنا أحدثكم عن قضية حقيقية ليس مهما أن يقولوا ما يقولون عني أَكَانَ أَكَانَ ذَلِكَ حَسَنًا أَمْ قَبِيحًا أنا لست جزءا أساسيا في هذا الذي نحن بصدده أنا ناقل أنا أنقل لكم المعلومات أوضح لكم الحقائق والأمر راجع إليكم فحينما تطرحون فكرة يثيرون إشكالا علي ليس مهما سبوني قولوا لهم نحن لا شأن لنا بهذا الشخص ناقشون في هذه الفكرة هل هي صعيعة أو لا ناقشون في هذه العقيدة ناقشون في أدلته هذه الإشكالات التي على مراجعكم الذين نصبوا أنفسهم نوابا لصاحب الزمان تعالوا وادفعوها أما هذا الرجل فنحن لا شأن لنا به هو ناقل للمعلومات تقولون عنه إنه منحرف نحن نقول إنه منحرف ولكن حدثونا عن حديثه ليس مهما أن يقولوا عني ما يقولون أدري أنا راضي أنتو شنو دخلكم خلوا مسؤوليتكم أن تدافعوا وأن تنشروا فكرة محمد وآل محمد هؤلاء يريدون أن يضيعوكم ولنفترض وحين أقول ولنفترض هذا ليس افتراضا إنها معلومات إنهم يحاولون أن يقوموا بعملية تشويه سمعة واسعة لي وأن هذا هذا الأمر لا يثيرني ولا يضيرني لكنني أخاف أن يثيركم أنتم لا شأن لكم بما يقولون عني قولوا لهم نحن نتفق معكم على ما تقولون بخصوص هذا الشخص لكن تعالوا حدثونا عن مضمون حديثه حدثونا عن الأدلة والحقائق حدثونا حدثونا عن الذي يقوله مراجعكم من ضلال ومن جهل وجهالة ومن انتقاص من محمد وآل محمد صلوات الله عليهم تعالوا حدثونا حدثونا عن نقضهم لبيعة الغدير حدثونا عن منظومة أصول الدين الخمسة هذه المنظومة الضالة السفيهة السخيفة حدثونا عن هذا من أين جاءونا بها حدثونا 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 واتركوا الحديث عني الحديث عني ليس مهما أم دحوني أم قدحوني هذا لا يؤثر شيئا والقضية الأهم التي تجمع كل هذه التفاصيل وجه الناس لمتابعة قناة القمر على التلفزيون أو على مواقعها وحيثما يكون لها من نشاط على شبكة العنكبوتية ومتابعة التلفزيون أهم لمال التلفزيون من سحر ومن تأثير على الناس وجهوا الناس بقدر ما تستطيعون إلى متابعة برامج قناة القمر نذهب إلى فاصل